يا صباح الورد والفل والياسمين صباح الهنى وصباح السرور وصباح يوم جديد مشرج بنور الله وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو عملته معاكم النهاردة عندنا روتين جامد جدا كله مليان طاقة اجابية هنعمل فيه حاجات كتيرة واخداكم كده معايا من اول اليوم من اول مسحية الصبح هنشوف النهاردة الروتين بتاعنا عامل ازاي علشان هنعمل فيه اكتر من حاجة زي ما انتوا شايفين كده اول حاجة بدأت بيها الغسيل الشمس طلعه والجو بصراحة جميل جدا كده الصبح عارفين الساعة كام دلوقتي الساعة تمانية الغسيل ده انا نقعته في الغسالة الاوتوماتيك حوالي ساعتين علشان زي ما انتوا شايفين ده غسيل ابيض تمام وبعدين ظهرته بعد ما خلص الدورة بتاعته كده وكمان كان فيه غسيل كده فاتح برضو يعني فيه حاجات ممكن ان احنا نخسلها مع الابيض بحطها معايا وبعدين بفصلهم لما باجي اظهر الابيض بظهره لوحده هنشر باقي الغسيل وهرجع لكم بصوا بقى يا حباي بقلبي كده خلاص ارى نشارت الغسيل بصوا زي الفل اهو ده الغسيل الفواتح اللي ممكن نحطه معا الابيض وبعدين بنفصلهم بالشكل ده ويلا بينا علشان عندنا روتين تنظيف عميق جدا جدا في المبخ بس طبعا ما تنسوش اللايك الحلو منكم وكمان ما تنسوش التعليق اللي انتو بتكتبهولي وبيديني طاقة ايجابية وكمان بيشجعني اكتر واكتر علشان اعمل معاكم روتينات قوية جدا جدا يلا بقى انزلي وحط اللايك ولو اول مرة بتشوفي القناة اتمنى تعمل اشتراك وفعالي الجرس على الكل علشان كل ما نزل فيديو يجيلكم اشعار بي بعد ما غسلت المواعين هياخد كده الرف اللي بتصف عليه الكبيات والحاجات اللي انتو شايفينها دي والاطباق تمام؟ وهنبتدي برضو نخسل الرف من جوه والازاز يعني تنضيف بقى عميك لكل حاجة موجودة عندنا في المطبخ نظفي باي حاجة موجودة عندك جلانس او اي حاجة بتحب ان انت تنظفي بيها المطبخ بكتاعك انا عن نفسي بحطي كده في البخاخة شوية برسيل جل وكمان بحطي شوية كولوروكس بصراحة برسيل جل بيدي ريحة حلوة جدا جدا بزاد ريحة اللفندر اه انا بحبه قوي والكولوروكس علشان نعقم به او ممكن تحطي كمان شوية تخلي بدل الكولوروكس بصوا بقى بصراحة خلت دنيا كده معي زي الفل ودي الوقت هنضف حوالين الحط النهاردة كده حسيت ان انا عندي شوية نشاط فقلت اتشجع بصراحة معاكم واقوم ونضف المطبخ كده واعمل روتين ده قبل ما اروح لبابا المستشفى ودلوقتي قعدة بمنتج الفيديو ومش عارفة بصراحة هينزل النهاردة ولا لا على حسب الوقت لان انتو عارفين ان التحميل بياخد وقت شوية ده الدرج اللي هو محدود تحت الصفوية اللي انا قلتلكم عليها كل فترة لازم نخسله بحط شوية كولوروكس كده علشان كان فيه بصراحة بقع كتير فيه خلاص بقى زي الفل هنركبه ودلوقتي هنضف باقي الرخامة من الناحية التانية وكمان هخسل الحوت اهم حاجة اللايك اوعى تنسوا تحطوا اللايك لان ده بصراحة بيخلي الفيديو ترفع ومهم جدا يا جماعة والله العظيم اللايك ببلاش مش بفلوس يعني فيه ناس كتيرة جدا بتتفرج عليها دلوقتي وبتنسى تحط اللايك علشان كده بقول في كل فيديو يا جماعة فضلا وليس امرا حط اللايك كده خلاص اول جزء في المطبخ خلناه زي الفل يلا بينا نكمل بقية الروتين بتاعنا تاني حاجة بدأت بيها هي البتوجاز البتوجاز بيبقى فيه كده بقع ممكن ما تطلعش بسهولة هقولكم على طريقة حلوة او ننضفها بالزاد العين الكبيرة دي هتجيبي فرشة تكوني مستغنية عنها وهتحط شوية كلوركس مع الخلطة بتاعتك تمام واتسيبهم كده شوية يتفعلوا وبفرشة الاسنان هتبتدي تنضفي الاماكن الدايئة اللي انتي ما بتعرفيش تنضفيها بسهولة والبتوجاز بتاعتك هينضفي يبقى زي الفل عيون البتوجاز والحوامل بتاعت البتوجاز كل ده اتغسل كده ودلوقتي هنركبه حاجة تانية هقولكم عليها دلوقتي بعد ما بنخسل البتوجاز بتاعنا وبننشفه كويس جدا العيون من جوه بيبقى فيها برضو مية علشان العيون بتاعت البتوجاز بتاعتك ما تصديش بعد ما بتخسل البتوجاز بتولعيها يعني حوالي كده دقيقتين تلاتة المية هتنشف مطرح الغسيل وكمان هتحفظي على العيون بتاعتك هاخد بقى الصوج بتاع الفرن ده هخسله اهو بعد ما غسلته هنشفه كويس جدا برضو تمام كده على ما غسلت الصوج بتاع البتوجاز خلاص العيون نشفت وطفتها ودلوقتي هنضف باب البتوجاز هنخسل الازاز كده الزراير بتاعت البتوجاز كل حاجة موجودة عندنا زي ما قلتلكم تنظيف عميق جدا جدا في المطبخ تمام كده هنروح على جزء تاني انا شلت كل الحاجات اللي محتوطة في الدرف عندي كده علشان برضو هنضفها من جوا في ميزة جديدة انا عملتها عندي على القناة ميزة الانتساب الميزة دي اليوتيوب عملها من فترة وكل القنوات عملتها مش انا بس ودي عبارة عن دعم مدي انا فتحة القناة دي تبقى باب رزق لي انا خاص بي انا ازود دخلي الخاص من خلال شغلي والفيديوهات اللي انا بعملها فاتمنى الكل يشترك في الميزة دي الانتساب ده عبارة عن عروض ومميزات وده طبعا حسب الاختيار اللي انتو بتختاروه وده طبعا بيبقى فيه مميزات كتيرة جدا زي الدردشة المباشرة ما بيني وما بينكم يبقى فيه تواصل ما بيني وما بينكم مباشر على طول كمان بشكركم في الفيديوهات بتاعتي اتمنى الكل يشترك في ميزة الانتساب دي علشان تستفيدوا بالمميزات بتاعتها بعد منضفت الضرفة من جوه ورجعت كل حاجة تاني على نضافة هبتدي ألمع الازاز بتاعي زي ما انتو شايفين كده وكمان هعمل كده في باقي الضرف بتاعتي هنزل كل حاجة وهلمع الضرفة من جوه وكمان هلمعها كده من برا بعد منضفت الضرف من فوق هعمل كده في باقي الضرف من تحت شلت كل حاجة كده انا عايز اقول لكم انا عملت الضرفة اللي هي من تحت دي خالص ورصتها ودلوقتي بعمل الضرفة اللي من فوق هبتدي ارص الحلل بتاعتي والبلاستيكات وكل حاجة واعجم الباقي التنظيف واخر حاجة الجزء بتاع الرخامة من فوق وحوالين الرخامة اللي هو السراميكا غسلته برضو اتمنى روتيني النهاردة يكون عجبكم وتاخدوا منه طاقة ايجابية اه ولو عجبكم ما تنسوش يا حبيبي ترفعوا لي الفيديو ده لان بجد بصراحة يعني انا تهديت النهاردة ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة تفعيل الجرس على الكل علشان كل منازل الفيديو يجيلكم اشعار به واشوفكم على خير في فيديو جديد باي باي